توصلني بعض الرسائل من الأمهات والآباء وخاصة اللي يعيشون في الغرب يقولون كيف نحبب بناتنا بالحجاب ونخلي بنتي مثلا اللي عمرها 12 13 أو 14 لما تلبس الحجاب وتطلع وتتمشى تروح المدرسة والمدرسة أغلبها بنات ما هم محجبات شون نعطيها نوع من التعزيز الثقة بالنفس أنا أقول في خمس خطوات مهمة كيف نحبب بنتنا بالحجاب ونخليها تتمسك بالحجاب وهي صغيرة في السن الخطوة الأولى أنه لابد نتكلم نقول قصص نسولف نتكلم عن الحجاب من لما كانت هي طفلة صغيرة يعني من الطفولة نسولف 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 في الحجاب أو لما نرسم رسمة فيها بنت محجبة أو إذا عندنا لعبة لعبة فيها فتاة محجبة نتكلم في الحجاب إحنا ما نقول لها أنت تحجبي إحنا نرغب إحنا نسولف إحنا نتكلم من يوم عمرها صغير لما تكبر هي تقرر تتحجب نمدح نمدحها نمدح جابها ونلبسها حسن لبس ونخليها متميزة الخطوة الثالثة تكون أمها محجبة لأنها هي القدوة وبالتالي حتى تتأثر فيها أربعة نسولف لها عن نماذج من فتيات محجبات موجودين حواليها وناجحات ومتميزات ورياضيات وعندهم تميز شيء علمي شيء بالرياضة شيء بالقراءة شيء بالبحث إلى آخرين وخامسا نربطهم بالله عز وجل أنه حجابك هذا الله عز وجل سعيد والله عز وجل فرحان والله عز وجل يحب هذا الحجاب ويحب البنت المحجبة هذه خمسة قواعد مهمة كيف نعزز الثقة بالنفس عند البنت في صغرها عند حجابها اشتركوا في القناة